شركة الترفيه السياحي البريطانية توماس كوك قالت أن الرئيس التنفيذي هاريت جرين قد استبدلت بالرئيس التنفيذي للعملية الرحيل المفاجئ للسيدة التي كان لها الفضل في إحياء العمال دفع أسهم توماس كوك للهبوط بواقع 23% فضلا عن التحذير من أن نموه الشركة سيتباطئ إلى وطيرة أكثر اعتدالا في عام 2015 في ظل بيئة تجارية أكثر قسوة جرين التي انضمت إلى توماس كوك في عام 2012 تترك المكان لبيتر فانك هاوزر بأثر فوري محللون يرون أن رد فالسوق المتشكك على الإدارية الجديد كان مبررا